ليُعلم أن بعضاً من الناس لا يفهموا معنى البيعة البيعة إذا بايع أهل الحل والعقد فإن عامة الناس يتبعونهم بعض الناس قد يفهموا فهماً خاطئاً ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجتمع المهاجرون والأنصار ماذا صنع عمر أخذ بيد أبي بكر فبايعه ثم تتابع الناس على بيعته فدل هذا على أن أهل الحل والعقد متى ما بايعوا فيلزم كل فرد من المسلمين أن يُذعن لهذه البيعة وإن لم يُذعن فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من مات وليس في عنوقه بيعة مات ميتة جاهلية لما؟ لأن أهل الجاهلية لا إمام لهم ولا رئيس